بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد الصلاة ركن من أركان الدين وفريضة من فرائضه أمر الله سبحانه وتعالى بها في القرآن الكريم وأمر بالحفاظ عليها والاعتناء بشأنها فقال سبحانه وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين وقال الله جل في علاه لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون فهذا ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا أهمية الصلاة وأن الصلاة هي الصلة بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى وأن الصلاة في حقيقتها إنما هي ذكر لله سبحانه وتعالى وإقبال عليه ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أراد أن يبين للمسلمين أركان الدين قال صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس أولها شهادة أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمد رسول الله ثم جاءت الصلاة أو فريضة الصلاة في المرتبة التي تلي شهادة التوحيد والاعتراف لله سبحانه وتعالى بالألوهية والوحدانية ولسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرسالة والحقيقة أن جميع فرائض الدين ربما يعفى منها المكلف أو ربما تسقط فرضيتها عن المكلف لسبب من الأسباب إلا الصلاة فإنها لا تسقط عن المكلف أبدا فربما حينما يكون الإنسان مريضا أو مسافرا تسقط عنه فرضية الصيام ويطالب بعد ذلك بأن يؤدي أو أن يقضي ما فأته من الصيام إذا كان مريضا أو إذا كان مسافرا وربما الإنسان لا يمتلك نصاب الزكاة فلا يكون مكلفا بأداء الزكاة وربما الإنسان المسلم لا يكون لديه من المال ومن القوة ما يبلغه أداء فريضة الحج فتسقط عنه هذه الفريضة إلا فريضة الصلاة فإنها واجبة على الإنسان في كل حال ما دام قد قامت به صفة التكليف والله سبحانه وتعالى لعظم هذا الأمر يدفعنا إليه ويوجهنا إليه بل إنه سبحانه وتعالى يأمرنا ويوجهنا أن نأمر أهلنا به فيقول سبحانه وتعالى موجها الخطاب لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ثم فالخطاب موجه إلى جميع المؤمنين وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى هذا الأمر بالصلاة داخل في إطار قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا كل إنسان مسؤول عما استرعاه الله سبحانه وتعالى كما أخبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالرجل راع على أهله ومسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت بعلها وفي ولده ومسؤولة عن رعيتها إذن الله سبحانه وتعالى أقامنا في مقام الراعي ومطلوب منا أن نوجه الرعية إلى ما فيه الخير لذلك الله سبحانه وتعالى يأمرنا به أمرا يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا وأول ما يمكننا أن ندل عليه أهلنا أن نمتثل قول الله سبحانه وتعالى وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أصاب أهله ضيق أو شدة أمرهم أن يقوموا إلى الصلاة ويتلوا هذه الآية وكذلك كان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه فالله سبحانه وتعالى حينما يوجهنا أن نأمر أهلنا بالصلاة إذن هو يأمرنا أن ندلهم على هذا الالتزام واستبر عليها وهذه اللفظة القرآنية الشريفة تحمل معنى زائد على مجرد الصبر بل الاستبار فيه معنى تكلف الصبر لأن الله سبحانه وتعالى يقول لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى فلا يتصور أحد أنه بصبره على الصلاة وبتأخير كل شيء بعد الصلاة إنما بذلك يفوته شيء من الرزق فالله سبحانه وتعالى هو الذي تكفل به هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين